تم بنائها فوق حفرة بيقولوا عليها بوابة من بوابات الجحيم بوابة بتفصل بين عالم الإنس وعالم الجن مكان بيصنف من أخطر الأماكن وأكثرها رعباً على كوكب الأرض قلعة تاريخها مؤسف والناس اللي دخلوها شافوا بعينهم كائنات غير بشرية موجودة فيها وسمعوا أصوات غريبة عن عالمنا من شدتها الرعب يدخل على طول قلبك ويبقى تحمد ربنا لو طلعت منها سليم مكان موجود لحد يومنا هذا وتقدر تروح وتزوره بنفسك بس لو عندك الشاجعة وتكتب عنه في أشهر الصحف العالمية زي جريدة اندبندنت البريطانية قلعة هسكة بوابة البحية تعالوا نعرف إيه اللي حصل بالزبط هناك وإيه كستها بس قبل ما نبدأ يا ريت لو أنت بتتفرج عليها لأول مرة تنزل تعمل سبسكرايب بسرعة للقناة واتفعها للجرس عشان يوصل لكل جديد يلا نبدأ على طول في القرن الثلاثاشر وتحديداً سنة 1253 في جمهورية التشيك في عهد الملك وتقار التاني ملك بوهيميا ودي كانت أول سنة يمسك فيها الحكم قرر الملك أنه يبني قلعة يقال كانت هتكون مقر لإدارة الملكيات الوسعة في البلاد بس الغريب اختياره للمكان اختار مكان بعيد جداً عن الريف التشيكي وقتها مكان عبارة عن غابات وقت غالي واختار كمت جرف صخري عالي جداً وقال هو ده هيكون مكان القلعة كان مكان لا يصلح للعيشة فيه بأي شكل من الأشكال وكان اختياره للمكان ده بالزيد كان قرار غريب شويتين كان الجرف الصخري ده في حفرة عميقة جداً من عمقها مش باين حتى إنهايتها ساعتها الملك أخد قرار أغرب وهو أنه يبعت مرسال للسجن بيقول إن أي سجين هيوافق ينزل في الحفرة دي هياخد عفو ويفرج عنه كان الملك عايز يعرف شوية معلومات عن الحفرة زي عمقها قد إيه وفي إيه تحت خصوصاً إن الحفرة كان بيصدر منها أصوات غريبة جداً عاملة شبه أصوات الوحوش وأصوات عواء وريحة غريبة معداش وقت كتير وشاب من المساجين تطوعوا عنه ينزل الحفرة ويكتشف فيها إيه طبعاً عشان ياخد العفو ويخرج من سجنه وبالفعل راحوا عند الحفرة وربطوا في حبل متين جداً وبدأوا ينزلوه وحدة وحدة مفيش كم متر وبدأوا يسمعوا الشاب بيصرخ صرخه ستيري بشكل متواصل حاولوا يتواصلوا معه ويطمنوه بس لاه حياته لمن تنيدي فدل يصرخ وما استجبش لأي نداء منه فاضطروا يطلعوه وهنا المفاجأة لما طلعوه لقوا شكله اختلف تماماً عمره زاد يجي 30 سنة وشعره أبيض وبقى راجل عجوز ومسن وما بيتكلمش نهائي وبعد أيام بسيطة الشاب بدأ توفى فعلاً الملك مهموش وقرر برضو بناء القلعة وبالفعل بدأوا يبنوها وخلصوا بناءها سنة 1278 تقريباً يعني عادوا يبنوا فيها حوالي 25 سنة اتبنت القلعة على طراز الكوطل الأديم بس الغريب بيقى في القلعة إن شبابكها أغلبها مزيفة مش حقيقية لما تقرب منها تكتشف إنها عبارة عن ديكورات وألواح زجاجية لكن مش شبابيك والأغرب كمان إن ما فيهاش أي مصدر للمياه ولا الصرف ولا حتى فيها مطبخ وفيها أبواب كتير جداً مزيفة من بعيد تفتكروا إنه باب بس لما تقرب تكتشف إنه عبارة عن ديكور خشبي وما فيش باب ولا حاجة فمنين يعني كان بنيها عشان تكون مقر إداري نفسه ومنين مختار مكان بعيد بالشكل ده ويعتبر في حتة ناقية جداً وكل المحيط بالقلعة عبارة عن غابات كسيفة ومستنقعات وجبال وما فيهاش أي مصدر وحد للمياه ولا للصرف ولا حتى مطبخ وحتى ما حواليهاش أي طرق تجارية وده برضو كان غريب وقتها فكان هيقعد فيها إزاي ويعيش فيها إزاي بس ممكن تكون تبانت لغارات تاني مثلاً القلعة من جوة خطانها عليها رسومات غريبة جداً وبعد ما تبانت بفترة قرروا يبنه زي مولحق ليها بنوا كنيسة تخدم السكان المحيطين بالمطقة وتقدم للسكان من خلالها بعض الخدمات بس الغريب برضو الرسومات اللي موجودة على الحيطة جوة الكنيسة كلها رسومات بتوضح زي مبارزات وحروب ما بين البني آدم وكائنات غريبة وتقريباً مقصود بها الصراع بين الإنس والجن أو صراع مع سكين جوف الأرض والغريب برضو فتصميم القلعة عنها معمول فيها فراغ في نص المبنى والفراغ ده هو سبب تسميتها ببوابة جهنم عشان فيها الحفرة اللي قلت لكم عنها في أول الفيديو وما حدش لحد النهاردة قدر يعرف عمقها قد إيه ولا فيها إيه وما زال بيصدر منها الأصوات والروايح الغريبة السكان المحليين بيقولوا إن دي البوابة الأساسية للجحيم وبيأكدوا إنهم بيشوفوا كائنات بتطلع من قلعة هسكة خصوصاً في نص الليل وما فيش حد تقريباً دخل القلعة أو حتى حاول يكتشف سبب بنها الحقيقي إلا لما بتصيبوا لعنة وبيتعرض لمشاكل كبيرة ولا حتى حد نزل الحفرة وطلع وفي وقت من الأوقات عملوا قانون إن أي حد محكوم عليه بالإعدام عنده فرصة إن يأخذ عفوة مقابل إنه يتربت بحبي وينزل يكتشف الحفرة إيه اللي فيها وكل اللي أقدمه على النزول انتهى بيهم الأمر ما بيني إما بيموتوا أو بيقعوا جوه وما بيطلعوش من أساسه أو بيطلعوا عمرهم زادوا وبقموا سنين وبينتهي بيهم الأمر برضو بالموت وبعض العلماء دخلوا عشان يحاولوا يكتشفوا المكان ويقدروا يوصلوا لأي معلومة مهمة وخصوصا إن الحفرة محدش عارف أصلها ولا جيه منين ولا عمقها قد إيه وإيه برضو سر الأصوات الغريبة اللي بتطلع منها بس الكارثة إنهم لقوا هياكة العظمية كتير جدا جدا جوه القلعة ومش معروف بتاعت مين ولا جات منين والأغرب من كل ده إن العلماء بدل ما يكتبوا أسباب علمية عن الأحداث اللي بتحصل في القلعة وطريقة بناها الغريبة لقدوا الأكدوا في الأوراق الموثقة سكن القلعة وإنهم كانوا بيشوفوا كائنات غريبة جوه القلعة شكل البني أدمين وبيتحركوا زي الضبودع وشافوا بني أدمين مقطوع رأسهم بيتمشوا جوه القلعة ده غير الكلاب السودة اللي حجمها كبير جدا وأكبر من الطبيعي وكانت بتظهر وتختفي بشكل مستمر جوه القلعة وكمان أكدوا إن الحفرة الكبيرة دي بيصدر منها بالفعل أصوات غريبة جدا تشبه العواء وأصوات وحوش وبيصدر منها روايح أغرب هتلر كمان كان من الناس اللي مهتمين جدا بالقلعة دي خصوصا إنه بيؤمن بوجود سكانجو في الأرض ووقت الحرب العالمية التانية بعت مجموعة من العلماء الجنود عشان يكتشفوا القلعة ويعرفوا إيه سرها وسر الحفرة لكن البحث كان سر جدا وبعد فترة لقوا جسس الجنود وهياكلهم العظمية ومحدش يعرف إيه اللي وصلوا له في البحث ولا إيه حتى سبب موتهم بالشكل ده دي كانت حلقة نهار لو عجبتك الحلقة اعمل لايك للفيديو واشايره لأصحابك وكتب لي في الكومنتات ردك تفتكر الحفرة دي فيها إيه وإيه سمي بالأصوات الغريبة اللي بتصدر منها تفتكر الموضوع فعلا في جن ولا له علاقة بسكانجو في الأرض ولا كلها إشعاعي بس برضو هرجع وأقول إن مفيش دخان من غير نور وأكيد كل حاجة لها سبب أتمنى تكون الحلقة عجبتك واتنونا في حلقة جديدة من حكاية نص الليل كانت معاكم دي أشكركم على المتابعة ودومتم بخير